حدثتا إطلاق نار أودتا بحياة تسعة أشخاص في ألمانيا الأسبوع الفائت مما أعاد الحديث من جديد عن الاعتداءات ضد المسلمين والمهاجرين تزامنا مع صعود اليمين المتطرف في أوروبا وما تشهده الساحة من سياسات معادية للمسلمين والمهاجرين هل تحول الخطاب إلى أفعال؟ أصابع الاتهام تتجه مرة أخرى نحو اليمين المتطرف في الغرب بعد الهجوم الذي أودى بحياة أحد عشر شخصا في هاناو بينهم المنفذ المؤشرات التي لدينا تشير أن المنفذ تصرف بدوافع يمينية متطرفة بدافع الكراهية والرفض لكل شخص له أصول أو مظهر أو دينا مختلف العنصرية والكراهية هما سم وهذا السم ينتشر بمجتمعنا وهو سبب وراء الكثير من الإجراءات أزمة اللاجئين سببت امتعاضا لدى جزء من المجتمع الألماني ما ساهم في تنامي شعبية حزب جيدا الذي أصبح في أشهر قليلة ثالث قوة سياسية في البلاد لا يمر أسبوع دون أن يشارك الحزب وأنصره في تظاهرات مناهدة للمهاجرين على مدى سنوات الأربع الماضية كنا نقول أشياء لم يستطع الناس قولها من قبل نحن ندافع عن حقوقنا ومثلنا لقد تم انتهاك القوانين التي تتحكم في الهجرة خلال السنوات الثمانين الماضية وبدلا من هذا تسرب الآلاف إلى ألمانيا الأمر لا يتوقف عند حدود ألمانيا فالجارة فرنسا تعرف التوتر نفسه ورغم محاولة تملس حزب الجبهة الوطنية من المسئولية إلا أن مناصره يرتكبون انتهاكات ضد المهاجرين آخرها محاولة مرشح عن هذا الحزب خرق مسجد في مدينة بايون قبلها بأشهر قليلة أطلق متطرف نرويجي النار على مصلين داخل مسجد في ضحية العاصمة أوسلو القائمة تطول لكن الهجوم الأبرز هو بلا شك هجوم كرايست شيرش الذي أودى بحياة خمسين مسلما أثناء أدائهم الصلاة حادثة خلفت صدمة عالمية آنذاك صدمة لم توقف سلسلة الهجمات التي يتعرض لها المسلمون والمهاجرون في الغرب وينضم إلينا من برلين نادر خليل مدير المركز الألماني العربي مساء الخير أستاذ نادر وأهلا بك إلى أي درجة تعتقد أن أزمة اللاجئين إلى أوروبا خاصة بعد العام 2011 عام الثورات العربية يعني ساهم بشكل أساسي بصعود اليمين المتطرف مساء النور يعني بالأساس هناك طبعا أعداد كبيرة من اللاجئين بعد الثورات العربية في المنطقة العربية هاجر وأتى إلى أوروبا عموما وإلى ألمانيا خصوصا لأن العدد الأكبر كان في ألمانيا ولكن الحقيقة أنه كان هناك تجارب كثيرة في السنوات الماضية لأحزاب يمينية متطرفة أن تصعد وأن تجد أصوات كثيرة داخل المجتمع طبعا العدد الكبير للاجئين هذا لا يعني حقيقة أنه هو السبب الوحيد الذي أدى بصعود اليمين إنما لعب الأحزاب اليمينية وعلى مخاوف الناس من الشخص الآخر من الشخص المختلف من العداد والتقاليد واللغات والشكل واللون البشر المختلف هناك أحزاب ألمانية لعبت دور كبير جدا على المخاوف عند المواطنين البسيطين حقيقة لكن من أين يأتي هذا الخوف؟ هل باعتقادك ربما أنه أيضا يأتي من الأنظمة الديكتاتورية نفسها التي كانت السبب الأساسي في طبعا تهجير ونزوح هذه الأعداد الهائلة من الناس هي المخاوف موجودة عند المواطن الألماني من حيث أنه لا يعلم الكثير عن هؤلاء الذين أتوا إلى البلد ولماذا أتوا إلى البلد؟ المواطن الألماني يعتقد أن هؤلاء أتوا ليستفيدوا من الأمور الاجتماعية ومن الدعم الاجتماعي في البلد ومن أن يأخذوا العمل الذي يعمل وما أشبه ذلك هذه المخاوف تلعب عليها الأحزاب اليمينية المتطرفة والتي لاقت حقيقة النجاح كبير في الآونة الأخيرة في البرلمانات المحلية وفي البرلمان ألمانيا في البوندستاك هذه الأحزاب اليمينية أصبحت هي الطرف السياسي أو الشق السياسي حقيقة الذي يحرض على الأجانب الذين يأتون إلى هذه البلد طبعا هؤلاء الناس الذين أتوا إلى ألمانيا لاجئين هجروا من أراضيهم هجروا قصرا هم لم يأتوا حقيقة من أجل أن يستفيدوا من الأمور الاجتماعية إنما هجروا قصرا وقتلوا في بلادهم حتى أتوا إلى ألمانيا لينجوا بحياتهم حقيقة ولكن هذا طبعا استغلال هذه المسألة استغلال كبير من قبل الأحزاب السياسية المتطرفة اليمينية المتطرفة وليس في ألمانيا إنما في جميع أنحاء أوروبا حقيقة ونحن نراقب ونرى ذلك الخطر في الموضوع حقيقة في ألمانيا أن هذا الأمر لم يحصل هذا الأمر فجأة إنما هناك سلسلة من الضربات ضد الأجانب وضد مراكز الأجانب والمسلمين في ألمانيا كذلك في الأمس كان هناك إطلاق نار على أحد قهوة النرجية لا في شتودكارد كذلك صحيح بدون التسبب بإصابة نعم كان مغلق طب سات نادر سؤالي لك يعني بعد أنت حدثت طبعا عن أوضاع اللاجئين في أوروبا عموما هناك الكثير من النجاحات والكثير من حالات الاندماج وهذا واضح طبعا في الإعلام الغربي حتى هناك اعتراف بقدرة اللاجئين على الاندماج سريعا إن كان في ألمانيا أو في مناطق أخرى لماذا حوادث بعض الحوادث الإرهابية المتطرفة الفعلا المنفردة تجعل من المشهد ويصير فيه تعميم يطال العرب عموما أو المسلمين عموما يعني حضرتك فضلت وقلت منفردة هي ليست منفردة إنما شخص يقوم بهذا ولكن خلف هذا الشخص هناك الكثير من من يقومون بالتعبئة ومن يقومون بالتحريض على الأجانب طبعا هناك نجاح كبير في الاندماج وهذا ما قدمه مؤسسة أرباب العمل أن نصف الأجانب الذين أتوا حتى 65% الذين أتوا إلى ألمانيا هم في عمل وهم في طريقهم إلى الاندماج ولكن الإعلام كذلك في ألمانيا يتناول هذه القضايا على استحياء أن هناك نجاح إنما يضع حقيقة المخاوف في المقدمة كذلك كان هناك في الأسبوع الماضي تم القبض على خلية كاملة من 12 شخص كان لديهم مخططات لتفجير مساجد وتفجير أماكن لأجانب والإعلام لم يتناول مثلا هذه القضية بتفصيل حتى يضيء عليها أنا أعتقد أن ألمانيا قللت من شأن الإرهاب اليميني لمدة السياسة قللت من هذا ولم تنتبه إلى أن هذا حقيقة بسرعة فائقة يعني يتضاعف وأنه خطر على المجتمع تم فالخطر هذا أنا أرجو أن السياسة الألمانية والسياسي الألمان أصبحوا يتكلم عن الإرهاب اليميني أرجو أن هذا التصنيف وهذا المصطلح يأخذ معناه في التحدي والتصدي إلى هذا ما يقوم به هذه الأطراف الإرهابية اليمينية ضد الأجانب نعم أتمنى أن تبقى معنا لو سمحت نذهب الآن إلى رانيا دريجي ومعلومات أكثر حول اليمين المتطرف في أوروبا ثم نعود لنستكم النقاش كثيرا ما يتكرر مصطلح اليمين المتطرف في وصف بعض الطيارات والأحزاب السياسية يطلق هذا المصطلح على الكتل والأحزاب السياسية التي تتبنى نزعة متطرفة في فكرها ومنهجها تعادي كل ما هو أجنبي كما يتمسك أصحاب هذا الفكر بالمحافظة المتطرفة على الهوية الثقافية والدينية لأصحاب البلد ولا يمكن اعتبار هذا الطيار ضمن جماعات اليمين السياسية التقليدية والتي تدعو إلى حماية التقاليد والأعراف داخل المجتمع وتعد على سبيل المثال الجبهة الوطنية في فرنسا من أشهر أحزاب اليمين المتطرف في الغرب في السنوات الأخيرة تشكلت شبكة معقدة من الأحزاب والتنظيمات والحركات اليمينية المتطرفة في أوروبا يمكن وصفها باليمين الجديدة تنتشر في الشوارع والأنترنات وبعضها تمكن من الوصول للبرلمان بل ويشارك في بعض الحكومات حتى أن كتاب شبكة اليمين الجديدة الذي صدر في أبريل الماضي يصف هذه الحركات اليمينية بالخطر الكبير والذي لا تدركه السلطات الأوروبية حجمه تضم شبكة اليمين المتطرف في أوروبا نحو 150 حزبا ومنظمة وحركة يمينية متطرفة ترتبط بقوة ببعضها البعض أبرزها حزب البديل لأجل ألمانيا ثالث أكبر كتلة في البرلمان الألماني وهو حزب سياسي تأسس في برلين عام 2013 في ألمانيا أيضا توجد كذلك حركة بيكيدا المعروفة بمعاداتها للإسلام والتي تأسست في عام 2014 وهي ظاهرة محلية تقتصر على ولاية سكسونيا لكن صداها يتردد في جميع أنحاء شرق ألمانيا هذه الحركة تحصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي على تأييد يفوق الأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني في النمسا هناك حزب الحرية الذي شارك في الحكومة السابقة بين أواخر عام 2017 ويونيو 2019 والمعروف بسياساته اليمينية المتشددة وبمواقفه المعادية للأجانب وخصوصا المسلمين وقد طلب فيما سابق بحظر عمل المسلمات بالحجاب في الدوار الرسمية وتشديد الرقابة الأمنية على المسلمين وانتهاج سياسة أكثر سرامة تجاه اللاجئين في المملكة نجد حركة بريطانيا أولا والتي تأسست عام 2011 وهي حركة سياسية يمينية متطرفة أسسها أعضاء سابقون في الحزب الوطني البريطاني وكان زعيم الحركة بول جولدين قد وذين بارتكاب سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين وأخيرا وليس آخرا حركة الهوية في فرنسا والمعروفة بمعاداتها للأجانب وقد جرى تأسيسها في عام 2003 تحت مسمى جيل الهوية في عام 2018 سعى نحو مئة ناشط من هذه الحركة اليمينية المتشددة لإغلاق ممر في جبال الألب على الحدود الفرنسية الإيطالية في وجه المهاجرين غير الشرعيين القادمين من إيطاليا وأقام الناشطون الذين ينتمون لجنسيات أوروبية مختلفة حواجز بالأسلاك البلاستيكية لإيصال رسالة للمهاجرين أن الحدود مغلقة وعليهم العودة إلى بلدانهما تجدر الإشارة إلى أن تقريرا أصدرته جمعية مكافحة الإسلاموفوبيا بفرنسا في مايو عام 2018 رصدت فيه نحو 326 حالة تمييز عنصري خلال عام 2017 إضافة إلى 25 حالة خطاب حيث يحث على الكراهية ضد الأجانب و30 حالة اعتداء جسدية شكرا ليراني على هذه المعلومات وأعود إليك أستاذ نادر إلى أي درجة برأيك يؤثر هذه السياسات الإنكفائية في أوروبا لتأجيج مشكلات المجتمع اللاجئين بشكل عام لتوليد العنف في هذه المجتمعات لزيادة خطورة كل الأوضاع الخطيرة أصلا اليوم نعم مثلا حزب البديل لألمانيا الذي ذكر في تقريركم طبعا هذه الأحزاب ليس لها برنامج سياسي لحل مشاكل البلد أو ليس لها برنامج سياسي للاندماج وما أشبه ذلك إنما تلعب على مخاوف الناس حقيقة وهذا ما نراه في البوندستاك في البرلمان الألماني أن أصبحت مصطلحات وأصبحت كثير أمور نسمعها كانت تذكر في العهد القديم في ألمانيا في العهد النازي من مصطلحات حقيقة خطيرة جدا تؤدي إلى الخوف إلى خوف المواطنين من الأجانب من أصحاب البشر الأخرى من أصحاب الدين الآخر من أصحاب العرق الآخر وهذا أصبحنا نسمعه في البوندستاك بعدما كان لألمانيا تاريخ كبير فيما يخص الحرب العالمية التانية وما أشبه ذلك ومسؤولية اتجاه الأجانب واتجاه الآخرين حقيقة هذا جديد هذا الحزب الذي صعد ويؤجج مشاعر المواطنين الألمان ويخيفهم كثيرا من الإنسان الذي سوف يأتي إلى ألمانيا ويأخذ عملهم ويأخذ من رفاهيتهم وما أشبه ذلك هذه الكلمات تؤدي إلى أفعال في الشارع وأفعال خطيرة كما رأيناها في هاناو وكما سوف نراها وأنا أتمنى أن لا نرى مثلها ثانية حقيقة ولكن السياسيين عندما يتكلموا يجب عليهم أن يعلموا إلى أي مدى تؤدي كلماتهم لدى المواطن ومصطلحاتهم التي يستخدمونها إلى أفعال في الشارع الألماني وليس فقط في الشارع الألماني صحيح أستاذ نادر أيضا في الشارع الآخر الضيف أكيد الشارع الألماني أقصد ألمانيا كلها حقيقة إن كنا نحن كأجانب نعيش في ألمانيا أو الألمان بحد ذاتهم لأنه عندما يتكلم السياسي يجب أن يعلم أن لكلماته ومصطلحاته التي يستخدمها هناك وقع في الشارع يتحول إلى أفعال يتحول إلى شق المجتمع بين مهاجر وبين ألماني وهذا ما تعمل عليه الأحزاب حقيقة وليس لها برنامج حقيقية للإندماج لحل هذه المشاكل ليس لديها حلول للمجتمع حقيقة سياسية وعملية إنما تبني على المخاوف وتؤدي إلى رعب حقيقة عند الألمان والأجانب ونراه اليوم في ألمانيا وفي أنا في برلين حقيقة أرى كذلك الخوف بين الناس وهناك الحديث الساعة حقيقة هل أذهب إلى المقهى أو لا أذهب إلى المقهى تكلمنا يوم الجمعة عن المساجد هل يجب أن نضع أمام المساجد حراس حقيقة أم لا هذه المسائل أصبحنا نناقشها كانت منذ سنوات ليس موجودة على طاولة النقاش إنما الخوف الخوف قائم في ألمانيا الخوف قائم في هذا المجتمع مما سوف يحدث نعم أستاذ نادر أعتذر على المقاطعة نادر خليلة مدير المركز الألماني العربي كنت معنا من برلين شكرا جزيلا